مرحبا يا شخصي أمي الأمان في الجميع الفرنسيزة وأيضا أيضا 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 في كل مدرسة الهواء جيدا على طلبات وطلبات السنواء العامة في أنحاء الوطن الحبيب وفي خارج البلاد أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء ومادة اللغة الفرنسية في حلقة جديدة وليست بجديدة بنسبة 100% لأننا بدأنا حلقة سابقة شرحنا فيها بدايات المنهج اللغة الفرنسية للصف الثالث السنوي واللي هو اللي يتكون من ثلاث مراحل زي ما أنتم عارفين مرحلة الأولى الصف الأول السنوي مرحلة الثانية اللي هو الصف الثاني السنوي والمرحلة الثالثة اللي هي الصف الثالث يبقى أولى وتانية وتالتة دول بيعتوروا هما عندنا محتوى امتحان السنوية العامة طبعا اللي بيسمع بالوقت بيقول أولى سنوي وتانية سنوي وتالتة سنوي في امتحان سنوية العامة ده حرام ده كتير لا 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 خالص هو كل القصة أنتوا هتمتحنوا يعني امتحان السنوية العامة بيبقى فيه الأجزاء الهامة من الصف الأول السنوي اللي هي الحاجات الكومينيكاتيف اللي هي الاتصالية اللي تقدر بيها تقدر تعبر عن جملة انت عايزت تقولها تعبر عن شيء انت عايز تقوله المواضيع الهامة في الصف الاول والثاني يعني ايفيدا ما هي بتتكرر في سنة تالتة من غير ما تشعر يعني انت حتى في منهج سنة تالتة تابع كده كل الموضوعات هتيجي وتراجعها وتشوف ليها اصل في اولة وتاني هتلاقي ليها اصل في اولة وتاني يعني في النهاية صف الثالث بيحتوي علي اهم الموضوعات في الصف الاول والثاني ومع ذلك برضو مفيش مانع ان احنا برضو ناخد فكرة عن الحاجات اللي احنا اشتغلناها في اولة وفي تانية عشان نخش الامتحان واحنا ضمنين ان شاء الله ان احنا هنقفل الامتحان كاملة اه هديكم فكرة بس عن منهج الصف الثالث اللي احنا بنسميه كلوب ادوت 3 اللي هو منهج السنوية العامة المنهج دوت هو عبارة عن اه وحدات اربع وحدات الوحدة الاولى والثانية اه دولة يعني مش هنقول نص سنة ونص التاني لا احنا هنقول اه دول اه دول اه بنقدر نخلصهم اه قبل اه ديسمبر والوحدة التالتة والربعة بنخلصهم برضو نفس الكلام اه في شهرين كمان اه اه بالاضافة الى انه اه هتلاحظ في هذا المنهج ان فيه وحدتين اه اجماليهم كلهم على بعض اه يعتبروا اه سيز يونيتي اه مش هتبقى اه الموضوع غريب عليك انت هتاخد وحدة اه ورد تانية يعني انت هنبدأ النهاردة ان شاء الله الوحدة الاولى وهنبدأ الدرس الاولاني هتاخد من كل وحدة اللي انا بقولك عليه رقم واحد تاخد الكلمات والكلمات مش كل الكلمات تحفظها بشكل اكري تحريري لكن انت هتشوف الكلمات اللي تقدر تعبر عن طريقها بجملة يعني تعبر عن ما تحب عن ماذا تفعل في الرياضات مثلا مفضلة في الوحدة الاولى هي دي اللي انت تحفظها بالاكخي وتعتني في كتابتها عشان ديها اللي انت هتحسب عليها في الكتابة لكن معظم الكلمات بتاعت الوحدة لو جبنا نسبة ونتتناسب كده هنلاقي مثلا ثمانين في المية من الكلمات هتقدر تعرفها بس بالعربي وانت ما انتاش محتاج ان انت تكتبها بالحروف وعشرين في المية من الكلمات خاصة الافعال هتهتم بيها جدا جدا في حكاية ان انت هتكتبها بشكل صحيح نظام الامتحاني للسان اللي فاتوا انت شفتوه في الامتحان كله في الجزء الاخير فقط لغير اللي هو عليه عشر درجات سواء اذا كان الميل او اذا كان السو جي توا و ست هما ده الجزء الوحيد العشر درجات من الاربعين درجة ده الجزء الوحيد اللي احنا هنتعلم او هنبدأ نعمل فيه جملة كاملة من نفسنا هو طبعا بيسألنا اسئلة واحنا نجاوب عليها بس في النهاية انا اللي بكتب من عندي الفيرب وانا اللي بكتب من عندي الكلام الجملة وبستعين من كلام هو جايبهولي لكن في النهاية ده كله على بعض اسمه بخودكسيون اكريت او الانتاج التحريري الدرس الاول طبعا اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي احنا هنشوفه مع بعض على اللاب عشان ما نضايع شوقت لانه فيه فوكابلاغ كتير بس احنا يعني انا مختصرت لكم للموضوع وهتلاقوه هتلاقيا كلمات سهلة وهي الكلمات اللي انت راجع نفسك فيها دلوقتي حتى لو انت وادعت مزاكرة الكتاب هتراجع نفسك في الكلمات اللي احنا اللي انا هعرضها لكم دلوقتي على اللاب نبص مع بعض على اللاب ونشوف الوحدة الاولى والدرس الاولين طبعا قدامنا دلوقتي كلوب ادوه تخوا ده عنوان الكتاب ونوتي اين الوحدة الاولى قدامنا لسون اين وازاي ما انتو شايفين لسبوغ لسبوغ ده عنوان الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هتلاقي فيه الشكل اللي انتو شايفينه طبعا ازا كان واضح انا يهميني بس تشوف الاشكال اشكال الرياضات لسه هناخدها دلوقتي بالتفصيل ويا ترى ايه اللي المفروض نعرفه مع هذه الرياضات عشان نقدر نعمل جملتنا طبعا انت شايف عندنا دلوقتي فيه فيغ بفير وفيغ بفير من اهم الافعال اللي هي هتساعدنا في انجاز جمل في هذا الدرس وبنرجع مع بعض كده اقراية وكتابة نقول ها رجع تاني الاراية للفرب طيب الفرب ده هنرجع له بس بعد ما نشوف الرياضات بتاعتنا اولا احنا عندنا الرياضة الاولى اللي انتو شايفينها دي مش هنقول على اسمها وهتشوفوا الرياضات تباعا وفكروا مع بعض يا ترى الرياضة اللي انتو شايفينها دي قبل ما يظهر اسمها على الشاشة انت راجع مذاكرتك وراجع بدايات اللي انت ابتدتها في الكتاب ادي عندنا الرياضة الرابعة سانكيام ودي سيزيام دي اول باج بنعرض فيها الرياضات مع بعض كده قولوا لي الرياضة الاولينية يعني سيكيل سباق يلا فكروا معايا كده ها تمام هي رياضة البوكس وانا كتبها لكم بالاختيكلة بتاعها هقولكم ليه بعد ما نخلص عرض الرياضات انتو هتشتلاقي الرياضات معروضة بالاختيكلة بتاعها اولا هي هدفها ان انت تعرف المسكولان والفيميناء للرياضة سانيا هتعرف الاختيكلة اللي احنا هنستخدمه في الشرح اللي انا هشرحه بعد شوية الفرب يعني المناسب اللي احنا هنستخدمه مع الرياضات دي الرياضة التانية اللي هي ايه اللي هي جودو جودو طبعا اللي هو الرياضة الجودو يبقى دي جودو يومي ولي هي parents؟ يومي وحسور جودو يبا جو ريبت هكارور تاني دو لابوكس دو جو دو دو للت دو كاراتي دو لسكرم دو تير الارك طب لو رجعنا كده يقولنا البوكس فمنا ولا مسكولا كل الناس عارفة ان دو لا دوات بيدول على الفمنا يبا دو لابوكس فمنا دو جو دو ماسكولا دو للت فمنا دو كاراتي ماسكولا دو لسكرم طبعن دو رياضة من رياضات اللي يبدا بي الوائل دو تير الارك ماسكولا وي دو تير الارك ماسكولا دو دو كاراتي ماسكولا دو كاراتي ماسكولا دو جو دو دو كاراتي ماسكولا طبعن الانمال اللي مستخدم في الرياضة دي اسمو شوال باستريادة مختلفة خالص اللي هي دو لكيطاتيون دو لكيطاتيون وبعدين تاني انكار دو لكيطاتيون دو دي البابلان دو سيكليسم دو سكي اكيد طبعن انتو مش محتاجين اللغة العربية في الترجمة لان الصور مبينة الرياضة بالزبط وحد يقول لي دو سيكليسم ليها اسم تاني يا ترى ايه هو هقول لك اولا ممارسة رياضة الدراجات نفسها اسمو دو سيكليسم لكن في رياضة اخرى بنستخدم فيها البيسيكلات او الفيلو بنستخدمها في اراضي مختلفة واماكن مختلفة فبيتغير اسمها هتشوفوا اسمها دلوقتي هنشوف مع بعض الصور تانية لرياضات يلا ها البرومير فوتو هتوبقى ايه ها تمام دو الاسكالاد برافو دو كيت سيخف طبعن كيت سيخف اللي هو رياضة ركوب الامواج و جنبها دو لابلانشا فوال اللي هو برضو ركوب الامواج بس بالفوال و الرياضة اللي بعد كده اسمها دو كانيونينجا دو كانيونينجا دو غافتينجا دو غافتينجا دو غافتينجا دو غافتينجا دو غافتينجا بمركب مطاطي واخد شكل المركب يعني ولكنه مطاطي بيبقى رياضة خاطرة طبعا من الرياضة الخاطرة وهنعرف الفرق ما بينهم الرياضات الخاطرة و الرياضات الكلاسيك لكن مش هنقسمهم دلوقتي احنا بس هناخد فكرة عن الرياضات بصفة عامة في حد يقولي طب الكلمات دي صعبة حفظها نعمل ايه انا ما بقولكش احفظها يعني انا ما بقولكش احفظها لو انت بتعمل الى الكانيونينجا تمام يبقى حفظها عشان انت هتقولها بجملة لكن احنا ما بنعملهاش هنا في مصر فبالتالي نقي الرياضة انت تكون بتعملها في مصر او تكون سهلة حتى في الكتابة تقدر تكتبها في جملة لان هو مش هيطلب منك يقولك لو سمحت اقول لي ان انت بتمارس رياضة الكانيونينجا يعني ده مش منطقي ابدا ان هو يقولك كده لكن يقولك كسكتي فيكم سباب بتعمل ايه بتمارس ايه كرياضة يبساعدها الداني لاختيار ان انا اختار الرياضة اللي انا بحبها او الرياضة السهلة بالنسبة لي ان انا اكتبها من غير غلط لا سويفاند الباج دي ايوبا فيها زي ما انتو شايفين رياضات 3 سباب الرياضة الاولنية اللي هي كوخس دولا كوخس طبعا كوخس دي ممكن نقولها دولا كوخس بس بس ممكن نقولها دولا كوخس بيه اللي هو الرياضة العدو ويه دوزيام يلا شطار ها ايوا دولا غندوني دولا غندوني ديت اه هي رياضة اه بس اه في نفس الوقت هو متنزه اه اه بيعملوه بعض الاشخاص اه منها رياضة ومنها كمان اه 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 التنزه وسط الطبيعة ويه اه طبعا الغندوني معروفة ان هي اللي هي رحلات السفاري والرحلات الخلوية اللي هي بتبقى دايما في الجبال والمناطق اللي هي الاحراش وكده دي على طول اسمها غندوني الرياضة التالتة هي دي اللي انا بقولكم عليها اسمها دي في تي تي طيب في تي تي ده اختصار لايه اختصار في لو تبصوا معايا على الصورة كده هتلاقوا الصورة فيها فيها فيلو فيلو دي اللي هي الدراجة والدراجة بيبقى لها اشكال وامكانيات لكن في العموم اسمها فيلو طيب التي تي اختصار لايه اختصار ليه كلمة انا هكتبلكم الاختصار اهو تحت فيلو اتو تيران طيب يعني جاي من ايه الاختصار ده او التسمية دي الفي تي تي ده اختصار الرياضة التسمية فيلو دراجة اتو تيران طيب يعني جميع كل وبعدين تيران يعني الاراضي المقصود بيها يا جماعة ان هي مش هتبقى زي السيكليسما لان السيكليسم بيبقى فيه بيست بيمشوا عليه يعني تراك بيمشوا عليه لكن توتيران فيلو اتو تيران اللي هي الدراجة بتمشي في الاراضي الوعرة بتطلع اراضي مرتفعة بتنزل اراضي منخفضة سهول وديان ده عشان كده سموها في تي تي اللي هو فيلو اتو تيران السبور سويفان الرياضة اللي بعد كده عندنا رياضة البولة البول هي رياضة طبعا هي مش موجودة برضو عندنا في مصر بشكلها اللي انتو شايفينه لكن دي ممكن تكون في منها ما يساويها في الفكرة يعني بيساوي الرياضة دي في الفكرة او في الطريقة فرياضة البول دي هي رياضة الكرات الحديدية الكبيرة يعني اتحجمها كبير والرياضة اللي جنبها دي اسمها بتانك والبيتانك دي برضو كور حديدية لكنها اصغر من البول يبقى في فرق ما بين البول وفي فرق ما بين البيتانك وطبعا البيتانك دي لابيتانك في بالأختيكل بتاعها لما نيجي نستخدم معها الفرق هنقول زي ما هنقول الرياضات الاخرى هي والبول وهنشوف انهي فرق مناسب لهذه الرياضات اول فرق اللي هو فرق جوه فرق جوه طبعا نخدنا فرق فار هيبقى دا دوزيان فرق فرق جوه دا بخومي جروب طب دا بيتصرف ازاي؟ بتصرف احنو كلنا عارفين انه البرومي جروب وانا طبعا هقول لكم يريد تبص معايا كده على ال data show عشان نشوف مع بعض الافعال البرومي جروب هتصرف ازاي؟ برومي جروب برومي جروب بتنتهي بالر طبعا الر دا حرفين بننطقهم في الفرب ايه يبقى زي فرب جوه اللي قدامنا دلوقتي ادي جوه وجوه لما نيجي نصرفه هنلاقي نفسنا بنشيل الER اهو وبعدين بنيجي نحط الترمي نزان بتاعتنا اللي هي الES E ONS EZ ENT الدوائر اللي انا هعملها ديه على الترمي نزان دي الدائرة على ال E والES دوائر مقصودة عشان اقولك وانت بيه بتقرى الفرب ياريت ما تقراش الحروف الاربعة او النهايات الاربعة اللي موجودين قدامك دول بما ان احنا نطقنا جوه وشلنا شلنا ال EAR بقيت الجزء الباقي من الفرب اسمه جوه فبما ان احنا هنضيف حاجة مش منطوقة على كلمة جوه يبقى مش هتضيف فيها جديد يبقى تفضل جوه زي ما هي يبقى انت كده اوتوماتيكمان لما تيجي تصرف اي في البرومي جروب تيجي تصرف مع جوه و تي و إيل و إيل بلوريال اعرف انو ان انت مش هتنطق نهائي نهائي اللي هو الترمي نزان اللي هو ال E E S E E N T هنطقم كده مع بعض نقول ج جوه تجوه إيل جوه وبعدين إيل جوه اللي هي بلوريال أما النول بنقول نو جوه و فو جوه ده كإجزامبل تعالوا نشوف إجزامبل تاني اللي هو ده أنا بقول في أفعال معينة للسون ده للدرس ده ده هنعرف معاني و هنعرف استخداماته دلوقت هنصرفه مع بعض إحنا شفناه A مع بعض بس أنا عايز أقول لكم إنه الورب ده اللي هو ده من الأفعال مش هنقول عليها الأفعال الشهزة ده ده الأفعال الرئيسية في اللغة الفرنسية جو فى زي اتر و افوار و قال ليه بالظبط يبقى جو فى تفى إيل فى كلهم نطق واحد يعني التلاتة نطق فى 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 نطق واحد عشان ده حتى يسهلك إن انت لما تيجي تقول جملة وتفتكرها تعرف إنهما نطق واحد نو فى زون وهنا بنقول النو في النط اللي a i مش هيبقى زي ال a e اللي هنا ال a e هنا ولا ال a e هنا احنا يكون ال a e هنا بننطها e يبقى جو فى لكن ال a e هنا فى ال نو هننطها e الرمز اللي انا عامله ده يعني النط اللي انا قلته اللي هو اللي هو ا يبقى نو فذان وهنå وفت وإلا فان طبعاً الفرب فار بشكله ده هنستخدمه إن شاء الله مع السبور وهنقول إيه هياخد إيه معه بعد كده هنفتكر مع بعض فرب اسمه إيمي وبرفري وأدوري ودتستي شمعنا الأفعال دي اللي أنا قبتاً شمعنا إيمي وبرفري أدوري ودتستي أدوري وبرفري أدوري وبرفري أدوري ودتستي من التصريف اللي احنا أخدناه من شوية اللي هو فيغ بجوه أهو مش هنكرر طبعاً الكلام تاني لكن ليه دول مع فيغ وليه دول مع فيغ بجوه دلوقتي هتعرفوا كل حاجة الرياضات اللي احنا أخدناها من شوية يا شطار ديت رياضات محتاجة إنها تتحط في جمل وعشان نحط الرياضات دي في جمل لازم لها فيغ لأن الفغ هو الحاجة الرئيسية في الجملة يعني لا السجي رئيسي ولا الكمبليمون رئيسي بدليل إن احنا عندنا جمل ممكن نعملها من فيغ متصرف بس واحد يقول لي مثلا كسكتي فيس سواغ تتعمل إيه لا دا أقوله جو صاغ أنا خارج يعني جملة مكونة من كلمتين الضمير يعني فيغ بمتصرف مع الضمير يبقى جو صاغ كده بقت جملة كاملة فالأصل في الجملة إيه الفغ هو اللي بنعمل منه كل حاجة فبما إن احنا دلوقتي اتعلمنا الرياضات والرياضات اللي احنا وقدنا أخدناها من شوية أنا تعمدت إن أنا أحط قبلها الأختيكلا عشان نعرف إنها إيه إنها مسكولة ولا في ميناء طب ده هيفرق آه هيفرق طب هيفرق في إيه هيفرق في اختيار الأختيكلا اللي انت هتختاره مع الأصباح طيب خلينا كده مختصرين وديركت خلينا مباشرين هو أنا مفروض كل الرياضات دي أعمل منها جمل واحفظها لا طبعا إنت نقل الرياضات اللي أنا قلت عليها من شوية اللي أنت اللي أنت بتمارسها أو اللي أنت حبيبها أيا كانت رياضتين ثلاثة أربعة يعني لو عايز تزود عن كده برحتك لكن هو العدد اللي إحنا عايزينه يعني في حدود ثلاثة أربعة رياضات عشان لو حبيت أنت تتكلم عنهم يبتلاقي أكتر من رياضة تتكلم عنها فأدلوقتي إيه الأفعال اللي إحنا نستخدمها مع الرياضات اللي إحنا لسه واخدنا من شوية أولا الفيغب هنبدأ بأفعال اللي هي الحب والكر الحب والكر اللي إحنا إيه اللي إحنا بدأناها إيميه وبخيفيغيه وأدوغيه وديتستيه هناخدهم بس بعد ما ناخد التليفون ده الأول ونقول ألو بونسوار بونسوار مسيح أهلا وسهلا أهلا وسهلا مين معانا أحلام المرد أهلا يا أحلام إزايك أهلا وسهلا مسيح ليك سؤال ولا عايزة تشارك معايا آآ أول حاجة عايزة عارف موعد القناة تمام تمام والتاني حاجة عايزة تشارك ماشي أنا يا الاتنين أولا موعد القناة الموعد البرنامج بتاعنا إحنا عندنا كل يوم سبت آآ مش كل يوم سبت هو سبتين في الشهر يعني إحنا دلوقتي السبت اللي إحنا فيه ده ده فرنسي بعد كده هيبه فيه سبتين للغات التانية الأخرى اللي هو اللغة الألمانية واللغة الإيطالية والأسبانية وبعد كده إحنا السبت اللي بعدهم على طول يعني إحنا سبتين في الشهر تمام السؤال دي يقول سماح ابني تمام كوبان أو مذكر أو كوبان المؤنس أو أمين صديق معلش هو السؤال إيه تاني عشان أنا ما صوتك بعيد شوية تفضلي تاني معلش سماح سماح ابني سماح وأنا إموى 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 سماح إموى أيوة كوبان اللي هي المؤنس أو كوبان المذكر أو أمين صديق ده الجملة أن أنت تختار أنت عايزة سماح إموى ديت يا ترى هم مسكولة ولا في ميناء مش كده؟ اه طيب أنا هقولك على حاجة سماح بالراحة كده طبعا إحنا عارفين إن سماح ده اسم عربي دكاق ده في ميناء خلاص لو إحنا هناخد سماح بس أنت معايا لو هناخد سماح بس هتبقى كوبين خلاص كده ولو أمي أخرها أ طبعا ما فيش ثلاث اختيارات يبفيهم اختيارين ينفعوا ما ينفعش فلازم تلاقي أمي مختلفة هتلاقي أمي أخرها إي أو أخرها إس طيب لو قلنا سماح اموة في الحالة دي وجاب لي ثلاث اختيارات تمام كلمة كوبين دي فيها اس ولا ما فيش فيها اس ولا ما فيش كوبين ما فيش اس لا كويس جدا يبط الله ما سماح اموة ده أبلوغيال ولا سانجليا يعني جامع ولا مفرد سماح مفرد اموة وانا يعني سماح وانا ديت يعني إحنا إحنا لاتنين جامع خلاص الجملة تكملتها سماح اموة نو سم إحنا بنكون تكملة تكملة الجملة إيه بعد سماح اموة بس سماح اموة بس باجي الصادي ماشي سماح اموة كوبين ديت لازم قبلها عشان تعبرها على كاملة كوبين أو أمي لازم لازم الجملة تكون مكتملة يا سماح اسمعي اسمعي إلا أنا بقولك عليه إحنا 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 الجملة دي غير مكتملة وهنعملها مع بعض انا وانت دلوقتي خلاص؟ بداية الجملة بدأ بسماح هنكتبها وبص معي على الدات دكوه؟ يلا مع بعض كده عشان لو فيه حاجة نقصة أنت تشوفيها تمام قادي سماح اموة تمام صح؟ ولا تقصدي سماح اموة الأولى ولا التاني يا سماح سماح لأنها تفرق التاني شفت بقى عشان كنا أنا اضطرت أن أكتب لك الجملتين اللي انت كنا تكلمنا عنها في الأول لها سماح اموة سماح اموة دي في حكم السجي في حكم الفاعل يعني عايزة بعدها فغب وعايزة بعدها كومبليمو لكن إحنا عندنا هنا سماح اموة وبعدين بوان دي جملة نقص لها ايه نقص لها ايه النوم بتاعها اللي انت قلت في ثلاث اختيارات أنا هكتب الثلاث اختيارات اللي انت قلت عليهم لها كوبين اهي وبعدين امي امي دي اخيرها ايه ايه اخيرها ايه مظبوط والتالتة اللي هي ايه كوبين برد كوبين كوبين تمام كوبين اهي يعني عندنا كوبين وكوبين ايا كان ترتبهم يعني مش كده بصي سماح انت جملتك اللي انت عايزها اللي هي رقم اتنين سماح اموة نيجي هنا للمون دي هو ينفع مثلا هو المون دي بتبقى ايه بتشكل على اساس مين على اساس سماح ولا على اساس اللي بعدها اللي بعدها برافو عليك ممتازة على اساس اللي بعدها ايه خلاص كده طيب هي عندنا هنا كوبين دي في ميناء ولا مسكولا كوبين اه دي في ميناء في اينيه كوبين دي في ميناء اللي هي الاولانية اللي فيها ايه كويس اللي تركب برد الكلام سمع عليك يعني كوبين الأولي الإيدي إلي هي الرفقة أو الصديقة إيديت في ميناء حلاص مش عاوزين نقول buildupia? هنقول إيه بقى إيه أحلام في ميناء هنقول في ميناء فلاص Neitya reactor dele with a wings a smaller difference في ميناء وكوبان دي ايه؟ نتيب ماسكولى نشطب مين هي ما أمرها ما تكون كوبان صح ولا أه؟ يبقى فيه دلوقتي اختيارين منطقيا ان هما الاثنين ينفعوا منطقيا لكن الجرامير بيقولك لا الجرامير بيقولك واحدة فيهم بس طب احنا هنا بنختار انت عارفة لو كانت هنا ما لو ما هنختار كوبين الاولانية لكن هنختار اميد تانية ليه بقى لان اميد تانية بدقة بفويال بدقة بحرف متحرك والحرف المتحرك داوة الماسكولا والفيمنا بياخدو مو يعني الماسكولا والفيمنا يعني كلمة امي اللي انا هكتبها لك دلوقتي اهي امي اهي شايفها دي بتاعت الولد وامي بتاعت البنت اللي اتنين دول بياخدو مو اللي انت شايفها دي تمام فبما انه ان احنا نقصد اه 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 سماح دي صديقة يبقى اذا لازم هنختار اللي في النص اللي هي تنفعها اللي تنفع مع مو لكن الكوبين مش هتنفع مع مو ابدا لان الكوبين الاولانية عايزة ما اللي انا بشاور عليها دي اه اكيد دكار دكار طب في سؤال ليك تاني احلا لا مرسيل ينكر حضرتك تسألني عادي ماشي هسألك سؤال اه كويس ان انت عندك استعداد وليلي الرياضات اللي انت شفتيها انت طبعا بدأت تقري في الكتاب اه يعني كويس اوي وانت بتحفظ الكلمات وده طبعا النموذج عملي لكل زميلك تمام انت بتحفظي الكلمات بالكري ولا بالكتابة ولا بتحفظها بالمعنى لا بحفظها بالمعنى وبحفظها بالنموذج كتيرة كتابة بحفظها شكلا كده وبحلي التدريبات عليها كويس اوي بتلاقي صعوبة في حفظ الكلمات اه النموذج اه بالنسبة للنموذج صح هو طبعا عشان الامتحان بتاعنا كتابي فبالتالي النموذج ده مش هي يعني هيساعدك في تسميع الكلمات وهو طبعا مهم جدا عشان يهمنا ان احنا ان انت تتكلمي فرنسايا ومزبوط اللي اسمعك اسمعك بتتكلمي فرنسايا ومزبوط حتى انت لما تحفظي وتسمعك الكلمات وانت ارياها مزبوط هيبقى اسهل كتير لما تكوني اريا وحافظة كلمة غلط صح مزبوط كده احنا بنعمل ان انت تقري كويس لكن السؤال اللي انا عايز اسأله لك انت لو حبيت اعرف انت ايه الرياضة اللي انت بتفضليها ايه تقدر تقولي لي ايه جملة كده غالما جي بريفير ايه ايه الفوتبول جي بريفير الفوتبول الفوتبول ممتاز انت نقيت الرياضة بسيطة تاخد عليها الدرجة النهائية ما تقوليش لا دي فوتبول الناس كلها عرفها والناس كلها بتكتبها لا لا مفيش الكلام ده خالص في التصحيح ولا الامتحان المهم احنا عندنا ان انت تكوني ماشي اسمعينا وشوفينا عن طريق التليفزيون احنا بنقولك احلام انت ماشي مظبوط وبرافو عليكي وبتستخدمك كلمات بشكل جميل انك بتعبري عن الرياضة اللي انت بتفضليها ايا كانت الرياضة دي بسيطة او رياضة صعبة احنا بنفضل البسيط عشان دوت هو اللي هيخلينا نفتكر بسرعة اقول جي بريفير هي احلام قالت جي بريفير الفوتبول ودي جملتها مزبوطة مية في المية لكن لانا بقى عايز اقوله ان احنا عندنا ثلاث امكانيات او ثلاث طرق في ان انا نعبر عن حبنا وااعجابنا او ممارستنا للرياضة ايه هم الثلاث طرق دول هنرجع تاني للداتا وهنشوف يا ترى الفيرب اللي انا كتبته اللي هو فيرب ايمي وادوغي اللي انتوا شايفينهم قدامكم دلوقتي هيفضونا في ايه عندنا فيرب ايمي وعندنا فيرب بريفيري وعندنا فيرب ادوغي وعندنا فيرب ديتستي دولة هيفضونا ان احنا نعبر عن حبنا او حتى عن عدم حبنا لرياضة معينة ومعاهم دول بنعتبرهم عنصر لوحده والعنصر اللي قبل كده لو تبصوا كده فيرب فيرب ادي العنصر التاني اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي والعنصر الاولين اللي هو فيرب جوه واللي احنا استثمرنا وجوده عشان نصرفه كأجزامبل للمجموعة الاولى طيب ايه المطلوب مني دلوقتي اقوله لكم في التلات نمازج دول هقولك ببساطة جدا في نفس الورقة لكل فيرب يعني فيرب جوه اهو لو سمحت لما تيجي تستخدم فيرب جوه مع رياضة يبقى بعد اذنك استخدم لي مع الحروف الجر اللي انا هقوله لك الحرف الجر السلوه والآ وإخواته او اخواته ايه اخواته يعني اخواته اللي هو ال او والا والا الابستغاف والا او ايكس طبعا او على الابستغاف و او طيب يا ترى احنا الرياضات بقى اللي هي هتمشي معا فيغ بجوي هل اي رياضة تمشي معا فيغ بجوي لا احنا هنشوف عبدالله الاول من البحيرة يرد على السؤال دوت ونقول الو بنصواغي عبدالله الو الو ازايك عبدالله ازايك اميسي خيار كمان تيفا يا حبيبي اخبارك ايه ايوة انت كويس الحمد لله الله تمام الحمد لله بدأت مذاكرة فرانسية ولا لا ولا لسه الحمد لله تمام حبيبي انت ليك بقى استفسار ولا تحب تشارك معانا في اللي احنا بنقوله هو انا بدأت تنصوى اجرى فرانسوى بس احب تسأل يعني كويس ماش انا هسألك سؤال دلوقتي تعارف فيغ بجوي ولا لا اللي انت شايفه على ال data show دلوقتي شو ياريت اه ده فيغ بجوي عارفوا فيغ بجوي ده ياريت تسمعنا من التليفون لان الشاشة بتعمل ايكوي يعني ياريت من التليفون هتسمعني بسرعة اه بر بجوي مش هنعرفه فيغ بجوي كويس اوي فيغ بجوي ده بنستخدمه مع الرياضات مش كده يا عبدالله صح تمام جميل طيب يعني هل هو يكفي ان انا اصرفه كده وحط جنبه اي رياضة وخلاص ولا في نظام لا ولازم ان نحطه مع فيغ بجوي اي اداء بس اداء اللي هي او 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 لا وكده يعني اللي هو حرف الجر اللي هو البريبوزيسيون اللي هو حرف الجر او عشان نحدده نوع الرياضة سؤالي بقى ليك يا عبدالله مش هو ده اه احنا خلاص احنا كاتبين في الورقة فيغ بجوي بيجوا معها الحروف الجر اللي انت قلتها اللي قلت عليها دلوقتي سؤالي هي كل الرياضات بتيجي مع فيغ بجوي ولا رياضات معينة مش لا مش كل الرياضات طب نقدر نصنفها ازاي انت عارف المعلومة دي ولا اقولها لك لا انا مش عارف كويس هقولها لك يا عبدالله اعرف النفاق بجوي ده بنستخدم معاه الرياضات الجماعية الرياضات ايه الجماعية يعني ايه الرياضات الجماعية اللي هي الفرق اللي هي ايه ها الفرق سامعني ولا لا كويس دي ممكن تديني اجزامبل كده على الرياضات الجماعية اللي هي مثلا الفوتبول مش دي رياضة جماعية الفوتبول? اه الفوتبول هو ايه? يعني بص ايه الفرق بين الجماعي والفردي? يعني في في رياضة بنسميها? مجموعة من اللعيب. برافو عليك. يعني بص في فرقة. فرقة فيها مجموعة من اللعيبة. مظبوط. دي بنسميها بالفرانسي. رياضة ايه? رياضة جماعية. اما الرياضة الفردية يا عبدالله هي اسمها سبوغ انديفيديويل. اسمها ايه? انديفيديويل. برافو عليك. طب الجماعي بقى اللي احنا بنستخدم معاه فيرب جوية. تمام? تمام. خلاص كده? يا ترى مفيش افعال تاني نستخدمها مع الجماعي? اه ممكن نقوله فيرب هاي الممتاز هو ده اللي انا عايز اوصله. يبقى دلوقتي عندنا للرياضات الجماعية دي دي فعلين. فيرب فير وفرب ايه? جوية. طب هل البريبوزيسيون البيجي معا جوية اللي هو حرف الجرا اللي بيجي معا جوية. هو نفس الحرف الجرا اللي بيجي معا فيرب فير? وقد ممكن تختلف من الفريز الجواية 맞아. طبعا هو جوية بيجي معاها حرف الجرا لكن لكون فيرو م Tisch mur Kreest. ما بيجيش. ما بنسموش حرف جرا. احنا بنسميه اختيق لباقتى. بنسميه اختيك لباقتى تيف اللي هو ايه اللي هو ادوات التجزاية برافو عليك خلاص يبقى احنا مبدئيا عرفنا ان فيغب فيغ و فيغب جوي بنستخدمهم للرياضات ايه بقى الجماعية و فيغب جوي بياخد حروف الجر اللي هو ا و او و الا و ال ابستخوف و او ايكس اما فيغب فيغ بيجي ايه ما عليك برافو عليك اللي احنا بنسميها ايه التجزاية اخر سؤال لك عبدالله عشان اطولت معاك قول لي رياضك المفضلة باي فيغب تحب لا احنا ما اتكلمناش احنا ما اتفقناش على كده يا عبدالله احنا فيغب اميما لسه ما جناش جانبه دلوقتي خالص انا عايز فيغب جوي ياما فيغب فاع اكسلان ممتاز اشكرك كتير يا عبدالله و انت مستواك ممتاز اتمنى لك كل توفيق باذن الله انت و كل زميلك نرجع تاني ليه فيغب جوي طبعا كان عبدالله معانا من البحيرة واشتغل معانا وقال لنا اجزامبل وعرفنا يعني فيغب جوي هنستخدم معاها الرياضات الجماعية و فيغب فاع كمان بنستخدم معاها الرياضات الجماعية لكن الاختلاف ما بين جوي و ما بين فيغب فاع هو بس استخدام البريبوزيسيون حرف الجرر مع فيغب جوي و الارتكلي بارتكتيف مع فيغب فاع طيب كده فيغب جوي ادينا له حقه نشوف بقى فيغب فاع ايه اللي هيتم معاه احنا عندنا ادي فيغب فاع اهو ده الدوزيان نبص مع بعض على الداتا ونشوف فيغب فاع هنعمل معاه بالضبط زي ما عملنا مع جوي منحس ايه منحس ايه اللي بيجي بعضه احنا قلنا من شوية مع عبدالله قلنا الدو ده واخواته اللي هو الدو والدو لا والدو الابستروف والدو اس تاني اخوات الدو اللي هما الدو والدو لا والدو الابستروف والد ودي بنسميها البارتيتيف بارتيتيف اللي هي ادوات ايه ادوات التجزئة وبفكركم ان البارتيتيف دي ما بتجيش بس مع الالعاب الرياضية مع فيغب فاع لا ده هي بتيجي كمان مع الاكل والشرب ونتخدتوا الكلام ده في اولا و تانية واخدتوا كمان مع البارتيتيف شروط تانية ونناقش ما من المينيا ونقول بونسوار بونسوار اخبارك يا مهة عاملة ايه تمام يا مستر انا من جنة من جنة الله اهل جنة احلى ناس والله الله خليك يا مستر انا كنت السنة اللي فاتت في جنة تمام وبصراحة اهل كرم ما فيش بعد كده ربنا خليك يا مستر والله العظيم اه قوليك يا مهة انتي ليك سؤال ولا عايزة اه يعني تشارك معانا انا عايزة عند السفتار سؤال في اختار اه تفضلي وبيقول طيب ممكن تقولي لي هنكتب لك أنا المسال إل va إل va هن لانسي لانسي لبالون لبالون او غاردين او غاردين بعدين انت نوط الجميل قوي يا مهة ايه الحلاوة دي بصراحة انت جميل قوي ربنا خليك يا اه والله إل va لانسي لبالون او غاردين ولا غالب لا نتقطيش حاجة غلط خالص هن هايو بقى ايه وي وي هن ال va وي il va نقط نقط لانسي لانسي لبالون لانسي لبالون بعدين عايزني اختار ضمر شخصي يا اما لو يا اما لو يا اما لا ل يا اما لو يا اما لا بصي يا مهة اولا اسم الجميل عجبني كمان والله شكرا نيروست بصي حبيبتي انتي عندك في الجملة اللي احنا شايفينها دلوقتي ده درس اسمه ايه درس اسمه درس اسمه البرونان بيخسونيل هنقوله بالفرنساوي اسمه ايه برونان برونان بيخسونيل برونان بيخسونيل اللي امتحان يعني ما اعتقدش ان امتحان سنوية عامة من قديم الازل لغاية السنة اللي فاتت تمام ما فيش في جملة برونان بيخسونيل خلاص كده خلاص واساسا قاعدة البرونان بيخسونيل اساسا اخترعوها عشان ما نكررش الكلام تاني فاحنا عندنا البرونان بيخسونيل ديت اللي هي اللي هي انواع بس اللي انتي بتسألي عليه ده اسمه برونان بيخسونيل اللي هو بتاعت المفعول خلاص كده اه احنا دلوقتي في الجملة دي قدامنا كم مفعول نحسبهم مع بعض كده ثلاثة احنا عندنا اولا البرون ادي اول مفعول والمفعول التاني اللي هو ايه او جاردين حل اه اه مفعولين يوبا تاني البرون ده ايه ده نميرو اين ده اللي هو رقم واحد ده مفعول عاقل و او جاردين ده مفعول عاقل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك و ده الاني ميغو دول خلاص كده طيب احنا عندنا هنا عشان تحدد البرونم بخصونيل هرسملك رسمة صغيرة كده بص معايا كده ادي دو برونش ههم خلاص والدو برونش دول طالع منهم COD واحفظي الاختصار ده كويس قوي والCOE خلاص معايا مها COD وCOE COD ده اختصار اللي هو المفعول المباشر اللي هو المفعول اللي مفوش حرف جر اللي انت هتقوليلي عليه دلوقتي في جملتك لبالون لبالون ده دي راكت صح ولا لأ ممتازة ده اللي هو من غير حرف جر ايوة برأي يعني بتسميه اللي هو COD يعني نكتب قصاده كده الفوق وكده اللي هو ايه COD برافو عليك نرجع تاني للرسمة خلاص كده الCOE ده يعني 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 المفعول اللي هو ايه الغير مباشر ساموه غير مباشر برافو عليك نرجع تاني للورقة كده وانت تقوليلي انهي COD اللي هو يعتبر اكسلانت برافو عليك اكسلانت يبقى او جاردين يبقى احنا عندنا دلوقتي يكونك انك تتحدد يا مها نوع ده يعتبر 90% من الحل انا مستر مش عارف اقول هو يلقي الكرة ولا هو يلقي الكرة للحال انا هقولك دلوقتي ده حاجة سهلة جدا ده حاجة سهلة جدا مش ده كستيون ريبونس اه وده اسلوب امتحانة السنوية العامة على فكرة وانحنا بنشكر كل الناس القائمة بتطوير اللغة في مصر انحنا عندنا دلوقتي مبادئ بنمشي عليها في امتحانات السنوية العامة عشان ما نحيارش الطلبة معنا عند جملة في لما تيجي تتاخد من غير اضاح جملة السنوية العامة اللي فيها دي من اجمل الجمل اللي اتعبرلك بالزبط مين اللي تشال ومين اللي تحط يعني نرجع تاني كده على اه ونشوف وتقول لنا ماها بصي ماها عايزة تعرفي مين اللي تشال فيهم ارجع للاجابة ام اللي جالة بيقول كده عشان مين اللي قاعد فيهم مين اللي قاعد الليو بالون برافو عليك اهو ادي الليو بالون هي القاعدة يبقى مين اللي تشال يبقى الجارديان ده سي او دي ولا سي او اي سي او اي برافو عليك نرجع للسي او اي اهو ونشوف السي او اي في كام واحدة في كام منهم ودول سهلين جدا الليو اي ده للولد تمام او البنت بيقول او خلاص كده اه وعندنا اللغ خلاص اللغ دي للاتنين مع بعض للاتنين ايه مع بعض يعني دول بنا ادمين لازم يكونوا جامعة واللوي دي اما ولد او بنت خلاص يعني بنا ادمين واما اجراك دي لغير العاقل اللي هي الين انيمي اللي هي الجمادات بقى والحاجات اللي زي كده لو رجعنا كده لجملتك قوليلي بقى مش هنه قلنا ان الجاغديان هو اللي احنا هندورله على البخنون بيخسونيل اه طب يا ترى ايه هو الس و اي في التلاتة الوين بس خلص الموضوع يا مصر انا عايز اعرف الموقع بتاع حضرتكم القناة بتاعت مصر التعليمية عشان لو عايز ابعت سؤال او اكتبه وابعته على فين بالزل اكتب حبيبتي على الفيسبوك مدرسة على الهواء ايطلع لك الموقع الصفحة بتاعتنا اللي فيها كل الاستفسارات اللي انتو بتبعتوها وكل الحاجات اللي انتو عايزين تعرفوها والاجابات عليها يعني ان شاء الله هتجاوبوا في اي مدى او كده امية في المية انا اللي هرد عليك بنفسي ان شاء الله ماشي شكرا ولي الشرف جمان يا مهة ان شاء الله وسلمين على كل اهل لنا ده انا اللي لي الشرف ربنا يخليك حبيب شكرا جزيلا بنرجع تاني ونشوف موضوعنا اللي احنا كنا نتكلم فيه احنا وصلنا دلوقتي للورب الدوزيان اللي هو وفير وفير تفعنا انه لما بيجي بنستخدمه تفعنا ان الاختيك لبختتيف كنا عايزين نسأل مها على بعض الاسئلة خاصة بالبختتيف بس خلاص هي تسمعنا عن طريق الشاشة وهي تجاوب انا متأكد انها تجاوب مظبوط لانها شطرة البختتيف ادوات التجزئة دي لها استخدامات غير الرياضة ايه هي الاستخدامات ديت اولا هنعد مع بعض كده اول استخدام ان احنا بنستخدمه مع الاكل والشرب حاجات الاكل والشرب تاني حاجة بنستخدمه مع الميزيك مع ذغب فاغ وبنستخدمه كمان مع الالعاب الرياضية زي ما اقولت من شوية مع ذغب فاغ يبقى العاب رياضية وبعدين ميزيك وبعدين ايه تاني وبعدين الاكل والشرب والبختتيف معروف جدا الديو للمسكولان دولها للفيميناء دولها لابستخاف للاتنين و دولها للبلوغيال وايه انا اصلنا معلومة عن ذغب فاغ عايزين نعرفها يا ترى ذغب فاغ ايه الرياضة نوعية الرياضة اللي بتيجي بعد ذغب فاغ احنا اتفقنا ان جو بييجي بعده الرياضات الجماعية اللي هي السبوك الكتيف اللي هي الرياضات زي الفوتبول والتونيس والحاجات اللي فيها فرق يا ترى ذغب فاغ بييجي بعده الرياضة الفردية هاجاوب عليك واقول لك فعلا هي بيجي بعدها الرياضة الفردية والجماعية تخيلوا يعني احنا عندنا فيغ بفيغ فيه ميزة ان هو بيجي مع النوعين فيغ بفيغ بيجي مع الرياضات الفردية وكمان بيجي مع الرياضات الجماعية بس بشرط ان ال فيغ بفيغ يحتفظ بحق الاختيكل اللي بيجي معاه اللي هو ايه الاختيكل بارتتيف سواء بتستخدم فيغ مع الرياضة الجماعية او الفردية بعد اذنك لازم يجي بعد فيغ بفيغ الاختيكل هديكو اجزامبل مثلا ونكتبو كده مع بعض اقول على سبيل المثال اه اه ج في بصوا بقى او انا هعمل كده دو برانش دو تنس خلاص التونيس دي بتوع احنا بنعتبرها رياضة ايه رياضة اه احيانا لما بتبقى يعني مزدود دي بنعتبرها فرقة دكاغ لما بنقول ان هو بيلعب الواحد دي بقى دي رياضة فردية في كلتا الحالتين بنقول ج في دي تونيس دي تونيس دي تونيس اما لو هقول جي جو يبقى جي جو لو هنا اقول اه 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 تونيس طبعا تونيس احنا قلنا لو رياضة فردية يبقى هنخليها مع مع و سكي مع فردية اما فوتبول دي دي هتبقى مع جو طبعا عشان ده اه مسكولان يبقى جي جو او فوت يبقى جي جو او فوت جي ريبات هقول تاني هقول جي جو او فوت طيب الافعال اللي بعد كده اللي انا قلتلكم عليها هي افعال الحب والكر افعال الحب والكر احنا اتفعنا انه هم وفرب امي وفرب ادوغي وفرب دي تستي وفرب بريفغي دول على بعض انا كتبتهم على بعض وافكركم بيهم و احنا طبعا كتبناهم مع بعض و هنشوفهم دلوقتي مع بعض على الداتا اهم ادي الافعال هنا بص مع بعض كده على الداتا ادي وفرب امي وفرب بريفغي وادوغي ودي تستي دول يا ترى لما بنستخدم معهم الألعاب الرياضية الألعاب الرياضية دي هياخدوا كأختيكل إيه مش هياخدوا حروف جر أولا بس هياخدوا أختيكل إيه الأختيكل؟ الأختيكل اللي هيستخدموه ل للمسكولين لا للفيميناء الابوستخوف و ال ودي طبعا بنسميه الأختيكل ديفيني يعني الأدوات المعرفة بحبش نترجم بالعربي كتير الحاجات الجرامير المعروفة دي نقول إيه الأختيكل ديفيني وهنختم مع بعض بإجزامبل عليها دايما بقول مثلا جم أنا بحب ما نقولش لا أو فوتبول ولا دي فوتبول لكن أقول لفوت لأنه أفعال الحب والكره دايما بتاخد الأختيكل ديفيني وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا وبفكركم إن شاء الله الحلقة الجاية بعد حلقتين وهنكمل بقية الليسان نميرو 1 وهنخش جمان في الليسان نميرو 2 باتمانا لكم كل تاوفي أبا لكم مرسي et au revoir